سأل خير بالرحب حضراتكم مرة تانية ومستمرين معاكم في رصد فعاليات مهرجان العالمين وطبعا كالعادة بنرصد أراء الجمهير وبنرصد حجم الإقبال الكبير على مهرجان العالمين فيه نسخته التانية خلونا دلوقتي نلتقي بمجموعة من الشباب نتعرف بهم الأول ونقول لهم نورين مهرجان العالمين تعرف بيك وقول لي كده أنت من سكان المدينة ولا جاي كده بتزور المهرجان الأول مرة ده نورك وبالرحب بيك أنا هنا بقالي 6 سنين موجود هنا في العالمين الجديدة طبعا شاركت أنا مهندس هنا فشاركت في معظم المشاريع اللي هنا شاركت في حوالي 3 مشاريع تموا قبل كده وأنتو كلكم مهندسين كلكم مهندسين أهلا وسلم خليني نتعرف على زمالك الأول نتعرف بيك مهندس محمد عبد النصر معاك هنا شغال عوض من سكان العالمين وشغال في أبراج الدوين التوين معاك هنا من حوالي سنتين مهندس محمد توفية برضو أول سنة لقيها السنة دي في العالمين برضو شغال برضو مهندس في الدوين التوين أول سنة لقيها في العالمين مهندس تامر شعبان محافظة المينيا بس أطوح ليه فرصة عمل هنا في العالمين ثالث سنة لقيها التوالي وثاني عام لقيها المهرجان لعالم العالمين السالي فاتت كان نفس المهرجان برضو كان حاجات ممتعة جدا في المهرجان واستمتانة جدا كنا بنخلص شغلنا وبنجي نطلع الطاقة اللي عندنا بقى في الشغل والديئة اللي احنا فيه فكنا يعني مبسوطين جدا ان توفرتولنا الحاجات دي عشان خاطر بنطلع الكابت اللي عندنا في الشغل والديئة اللي احنا فيها فبنجي نستمتع هنا بالحفلات وبالألعاب الرياضية الكتير اللي موجودة واضح عيني المهندسين تعبانين دايما تعبانين من الحر ومن الشغل ومن الشمسة لكن لكن حقيقي انتوا قدمتونا عظمة قدمتونا حاجة ولا اروع يعني بس عايز اشوف العالمين كده في جملة سريعة من وجهة نظرك عن جمال المدينة انا بامانة انا منباهر من اول يوم جيت هنا العالمين وانا كنت متوقع حجم الانجاز اللي هيتم في خلال السنوات الجاية انا يعني من 2016 او 2017 وانا متوقع في خلال خمس ست سنين العالمين هتبقى في حتة تانية وهتبقى موجودة بشكل مختلف والله تسلم ايديكم بجد يعني احنا احنا صعبة جدا بالصورة الجميلة اللي احنا شافينها واللي لو لاكم ما كانتش هتبقى موجودة طيب اهم المعالم اللي موجودة في مدينة العالمين بشكل سريع كده فندق الماس انا انبهرت بيه جدا 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 انا كنت شغال في العاصمة وكان فيه هناك فندق الماس اول ما وصلت العالمين من سنتين سميت عن فندق الماس انا اول ما الناس هلات لصحابه وكده فانا كنت في دماغي ان فندق الماس في العاصمة اول مرة كنت شوف فندق الماس هنا وانبهرت بيه جدا 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 يعني طيب لو هسألك بقى عن المهرجان بقى اي رأيك في المهرجان واجواء المهرجان شاف الفعليات اللي موجودة هنا عملة ازاي ما شاء الله الدنيا هنا جميلة جدا والواحد بستمتع وكمان فيه ماتشاط للناس اللي هي القامة ونجوم النادي الاهلي والزمالك انا بلزم الكوي بقى واجاي عشان خاطر اشفت بخاطن الاهلوية طيب والباش مهندس بقى ايه ايه بقى الفعاليات اللي انت شفتها مهمة او خلينا نتكلم عن الرياضة ايه الرياضات اللي انت شفتها في مهرجان العالمين واثرت فيك وحبتها انا اول حاجة بحب كرة القدم جدا فكان من ضمن الفعالات السنة اللي فاتت مباراة الاساطير بين النجوم الاهلي ونجوم الزمالك اللي ان اسمعت انها هتقام السنة دي برضو نفس الفعاليات انا بتمنى لكل الناس يحضرها يعني بتبقى مباراة روعة وبهين جوم كتيرة جدا احنا بنتمنى ان احنا نشوفهم تاني بهم بيلعبوا فانا كنت سعيد جدا انا حضرت الماتش اللي فات وان شاء الله هاحضر الماتش ده وكمان رياض الجودو وكمان الالعاب اللي كان السنة اللي فاتت كان فيه طايرة وكان فيه تنس وكان فيه نجوم كتيرة جدا حضرت السنة اللي فاتت وكانت بطلة العالم ناتاليا حضرت السنة اللي فاتت برضو والسنة دي كده ان شاء الله بزنانها اسمعت ان فيه فعاليات كتيرة وفيه مباراة أساطيرها تيجي وكمان انا انا اتمنى يا حد يجي يعني بصراحة يجي العالم عالمين يعني ويجي العالم عالمين الشواطئ الجميلة مناطق سياحية كتيرة المدينة التراثية والسينما اللي فاتحت جديدة والماسة والابراج كتير يعني موجودة طبعا الابراج دي بقى بتاعي كونتو يعني تسلم ديكو عليها بنشكركم شكرا جزيلا منورين الدنيا منورين مهرجان العالمين بنشكر حضراتكم كان ده لقاء كده سريع مع يعني مهندسين من اللي كانت ليهم بصمة في بناء مدينة العالمين وهم دلوقتي موجودين عشان يستمتعوا بجمال مهرجان العالمين الجديدة تحت شعار العالم عالمين